بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا مع بعض الجزئية رقم ثلاثة اللي هي circuit element او عناصر الدايرة او العناصر اللي بتتكون منها اي دايرة كهربائية طيب الكلام اللي مكتوب هنا انا ملخصه هنا في جدول تعالى نشرح من التلخيص بتاعه على طول عندنا نوعين من العناصر او نوعين من ال elements passive element او عناصر غير فعالة active element عناصر فعالة طيب الفرق ما بين passive element و active element passive element is not capable of generating energy يعني العنصر غير الفعال غير قادر على توليد الطاقة دي عناصر مش بتولد طاقة زي ايه؟ زي المقاومات احنا عارفين ان المقاومة مش بتولد طاقة ده هي المقاومة بتستهلك طاقة المكسفات المكسفات هناخدها في شابتر اثنين او ثلاثة برضو من ضمن العناصر اللي مش بتولد طاقة هي بتستهلك طاقة المحسات او ال inductors برضو هناخدها بعد كده و ده الرمز بتاعها برضو عناصر مش بتولد طاقة يبقى امثلة على العناصر غير فعالة resistors المكاومات المكسفات و ال inductors active element is capable of generating energy يبقى active element هي عكس passive element هي عناصر قادرة على توليد الطاقة هناخدها في شابتر 5 بس بشكل عام يعني العنصر اللي هي منها هو voltage source voltage source وال current source هي عناصر قادرة انها تولد طاقة طيب من هنا نحن دلوقت لسه في اول منهج ما خدناش غير المكاومات وال voltage source وال current source فالامثلة اللي انت بحتاجت تعرفها عن العناصر الباسف او العناصر غير فعالة هي resistors او المكاومات والعناصر الفعالة هي voltage source وال current source طيب تمام كده احنا خلصنا الجزئة دي خلاص قلنا المكاومات وال capacitor وال inductor active element ال independent sources الحاجة اللي عايزين نعرفها بقى عايزين نتعمك شوية اكتر في voltage source وال current source عايزين نعرف انواعهم الفروق ما بينهم طيب عندنا فرق اساسي ما بين الصورس عندنا حاجة اسمها ال independent sources و حاجة اسمها ال dependent sources م gegeben ايه الفرق ما بينهم تعالا الاول نشوف انواعهم بالرموز بتاع tengdormand sources ال independent sources ال independent sources بتتقسم ال independent voltage source و independent current source ال independent voltage source به حاجة بالشكل ده هو voltage source العادي و ده الرمز بتاعه ال independent current source ده الرمزي بتاعه ماشي طيب لكن بالنسبة لي ال dependent source تتقسم ال damit voltage source ومع интерveAL الرمز بتاعهم برده الـ Dependent Voltage Source بيكون الرمز بالشكل ده بيبقى حاجة على شكل معين كده قدي الموكب و قدي الساد والـ Dependent Current Source فهو برضو بيكون على شكل معين بس بيبقى ساهم بالشكل ده بقى أنا عندي الـ Voltage Source زي الـ Independent زي الـ Dependent بالصبت الفرق في إيه؟ الفرق إن ده بيبقى دايرة ده بيبقى شكل معين نفس الكلام فيه الـ Current Source الـ Dependent Voltage Source بقى هو بيتقسم الـ Voltage Controlled و Current Controlled وكمان الـ Dependent Current Source بيتقسم الـ Voltage Controlled و Current Controlled والكلام ده نقضي بالتفصيل كمان شوية بس انت دلوقتي عرفت التأسيمة الأساسية لكل السورس اللي انت هتشوفها سواء Current أو Voltage فهي إيه؟ الـ Independent و Dependent الـ Independent اللي احنا بنشوفها كتير هي Independent Voltage Source و Independent Current Source الـ Dependent في منها كزا نوع يعني بس بيكون ده الشكل العام بتاعهم وأنا خدهم بالتفصيل كمان شوية طيب فسيما بقلنا طبعا كلهم عبارة عن Active Element كل السورس دي هي تندرج تحت فكرة Active Element هي عناصر قادرة على توليد الطاقة كلها من ضمن أمثلة Active Element اللي احنا تكلمنا عنها تمام؟ طيب تعال نبدأ نتكلم أكتر عن الـ Independent Source اللي هو الجزء ده طيب زي ما قلنا الـ Independent Source بتتقسم ليه Voltage Source و Current Source أنا بردهم لخصهم لك هنا بجدول أول حاجة هي تعريف الـ Independent Source الـ Independent Source اللي هو ده بيعتمد في توليده للطاقة على عناصر تانية سواء Current أو Voltage في الدايرة بس خلينا دلوقتي فيه الـ Independent Source يبقى أول حاجة تعريفه إن هو بيقدر يولي الطاقة Voltage أو Current بدون الاعتماد على Voltage أو Current في أي مكان تاني في الدايرة تمام؟ طيب طبعا ده الرمز بتاعه زي ما قلنا بيكون فيها دايرة Voltage Source بيكون دايرة هنا موجب سالب Current Source بيكون دايرة هنا والسهم ده بيقول لي اتجاه القرارات تمام؟ تعال الكلام ده احنا عارفينه من قبل كده طيب نروح بقى للـ Independent Source اللي هو النوع التاني زي ما قلنا إحنا عندنا أربع أنواع عندنا Dependant Source Dependant Voltage Source Voltage Controlled و Dependant Voltage Source Current Controlled فدول كده نوعين و عندنا Dependant Current Source Voltage Controlled و عندنا Current Source Current Controlled فكده عندنا أربع أنواع من Dependant Source دول الأربع أنواع اللي أنا بلخصهم لك هنا كده تمام؟ النوع الأول النوع التاني النوع التالت النوع الرابع تعال ناخد كل واحد منهم كده بالتفصيل طيب أول اتنين هم Dependant Voltage Source زي ما احنا كده شايفين من رمزهم اللي اتنين عبارة عن Voltage Source فالتنين دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن Dependant Voltage Source طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين كل واحد والتاني؟ في واحد منهم هيبقى Current Controlled و واحد منهم هيبقى Voltage Controlled اللي تحت ده كده Voltage أو اللي فوق ده هيبقى Voltage Controlled لكن اللي تحت عبارة عن Current Controlled يعني ايه؟ اللي اتنين عبارة عن Voltage Source بس اللي فوق اللي بتحكم فيه Voltage Voltage تاني موجود في الدايرة اسمه Vx وده بيتحكم فيه Current تاني موجود في الدايرة اسمه Ix تمام؟ يبقى ده اسمه Vs ال Voltage Source نفسه اسمه ده اسمه Vs وده اسمه Vs تمام؟ بس اللي فوق Dependant أو Voltage Controlled Voltage Source يعني هو Voltage Source وبيتحكم فيه Voltage Source تاني في الدايرة اسمه Vx اللي تحته هو برضه Voltage Source بس Current Controlled اللي بتحكم فيه Current Source موجود تاني في الدايرة ويه؟ المعادلة بتاعت كل واحد فيهم؟ اول حاجة Voltage Controlled Voltage Source ان Vs المعادلة بتاعته ان Vs بتساوي Miu في Vx الميو ده عبارة عن constant Vx ده ده Voltage موجود في مكان تاني في الدايرة هو لما اضربه في الميو يديني قيمة Vs او يديني قيمة Voltage Source طبعا هناخد مسائل على الكلام ده وانا اعرفها بالتفصيل طيب يبقى الميو هي Multipline Conistant عبارة عن constant وال Vx هو ده Controlling Voltage هو ده Voltage اللي بتحكم في قيمة Vs او قيمة Source بتاعي طيب عايزين نستنتج الوحدة اللي بيتقاس بيها ال Connestant ده او الميو ده طيب هنا الميو بتساوي ايه؟ الميو من المعادلة دي بتساوي Vs على Vx فوحدة قياس Vs بالVoltage ووحدة قياس Vx بالVoltage فإذا وحدة قياس الميو ملهاش وحدة هي Dimensionless يعني ملهاش وحدة يبقى اول حاجة الميو دي ملهاش وحدة وهي عبارة عن Multipline Conistant طب بالنسبة لي current controlled Voltage Source بنقول ان ال Connestant بتاع عبارة عن B لو حبينا نستنتج وحدة قياس ال B او الاول قبل من نستنتج الوحدة ده كده برضو عبارة عن Dependent Voltage Source لكن اللي بتحكم فيه مرادة ايه؟ اللي بتحكم فيه Ix فعشان كده بنسميه Current Controlled Voltage Source والIx ده موجود في مكان تاني في الديرم طيب المعادلة بتاعته هي ايه؟ المعادلة بتاعته ايه؟ المعادلة بتاعته ايه؟ ال Vs بتساوي Vx وبالتالي ال B بتساوي Vs على Ix طيب لو حبينا نستنتج المعادلة بتاعته او الوحدة بتاعته اسف فال Vs بيتقاس بالVultage وال Ix بيتقاس بالامبير فاذا الوحدة بتاعته تبقى Volt على امبير فده الوحدة بتاعته تبقى Volt على امبير طيب بعد كده نروح للنوع التاني اللي هو Dependent Current Source واللي هما الاتنين تقول دول كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن Dependent Current Source واضح من الرمز بتاعهم ان ده كده Current Source ده Dependent وده Dependent طيب الاتنين اسمهم Is طيب ايه الفارق ما بينهم؟ اللي فوق Voltage Controlled واللي تحت Current Controlled يعني هما الاتنين عبارة عن Dependent Current Source بس واحد بيتحكم فيه Voltage Vx وواحد بيتحكم فيه Current Ix نفس اللي فوق بالزبط طيب قانون Voltage Controlled Current Source ان ال Ix بتساوي كونستنت جديد اسمه Alpha في Vx وبالتالي برضو الالفا هنا هتساوي Ix على Vx او اسف دي مش Ix بقى دي Is اللي هي Source وبالتالي الالفا هيبقى وحدة قياسها الامبير اللي هي وحدة قياسة Current على الفولتش اللي هي وحدة قياسة الفولتش اخر حاجة يعني ده كده عبارة عن Dependent Current Source بس اللي بتحكم فيه برضو Current او طيار تاني موجود في الدايرة والقانون بتاعه ان Is بتساوي بيتا فIx وبالتالي البيتا هتساوي Ix وحدة قياسة تبقى امبير على امبير يعني هو ده كمان هيبقى Dimensionless ملوش وحدة لانه امبير على امبير طيب كده احنا خلصنا الاربع انواع بتاعنا ماشي تمام كده احنا خلصنا الجزئية رقم تلاتة اللي هي واخدنا فيها واخدنا 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 طبعا الكلام ده هيبقى عليه امسلة كتير هنحلها بعدين ونفهم بالزبط وزي نحلهم في المسائل الفيديو جابز لها ناخد الجزية رقم اربعة اللي هي الانتركنيكشن اف ديبندنت سورس ترجمة نانسي قنقر